قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا جوناثان فاولر أن مستوى الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كبير جدا ويحتاج أكثر من 20 عاما لمحوي وإعادة الإعمار حيث تم تدمير نصف مباني القطاع أضاف المتحدث الأممي أن إزالة الأنقاط في غزة ستحتاج إلى سنوات وأن التعافي من الصدمة النفسية الناجمة عن الحرب سيستغرق وقتا أطول مضيفا أن إعادة الإعمار ستكون مهمة ضخمة للغاية لا سيما عند إعادة بناء النظام التعليم واستقبال الأطفال وضمان عودتهم إلى المدارس وإعادة بناء العيادات المتضررة